الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله أقبل الله طاعاتكم أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم واليوم سيكون إن شاء الله تعالى مجلسنا مميزاً بخيرات وبركات بفوائد ومسائل بأحاديث وأقوال على فضلي وبركتي هذه الليلة من ليالي رمضان التي هي ليلة القدر ونحن لا نجزم أنها في هذه الليلة لأنها قد تكون في هذه الليلة وقد تكون في أي ليلة من ليالي رمضان لكن عملاً بالحديث الشريف التميسوها في السبع الأواخر من رمضان وفي حديث التميسوها في العشر الأخير من رمضان وجرت عادة الناس أن يحيوا هذه الليلة التماساً لليلة القدر المباركة وسنتكلم إن شاء الله تعالى بأقوال العلماء بالأحاديث الشريفة النبوية الزكية المباركة سنقرأ من كتاب فضائل الأوقات للحافظ البيهق رضي الله عنه وكتاب الحافظ العراقي الذي هو شرح الصدر بذكر ليلة القدر وتفسير سورة القدر مع الحواشي وهي مقروعة على مولانا الشيخ المحدث الهرر رحمه الله وله فوائد أيضاً متعلقة بليلة القدر كما وأننا سنقرأ لأجل تلقي هذا الكتاب يعني لن يكون شرحاً موسعاً ولن تكون تعليقات طويلة أو كبيرة أو بإسهاب إنما المراد هو تحصيل هذا الكتاب تلقياً بالإسناد قد نعلق في بعض المواضع لأجل بعض الفوائد وكان بعض الإخوة والأحبة منكم حفظكم الله طلب بأن نعرض له الشعر الشريف المباركة الزكية الطاهرة المحمدية بلا حائل وهذه الليلة ليلة خاصة ومميزة فها هي الشعر الشريف معكم الآن أيضاً بلا حائل أخرجناها من المحفظة أخرجناها من الوعاء ووضعناها في هذا المكان مكشوفة بارزة لكم لتشتغلوا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزدادوا شوقاً وحباً إليه عليه الصلاة والسلام ونحن قد أكرمنا الله تعالى بأن حصلنا على بعض الآثار الشريفة بالإسناد ونحن نعرف ما قاله الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فنحن الآثار عندنا موسقة وصلت إلينا عن طريق بعض الأسر الشريفة عن بعض العائلات من آل البيت بالإسناد بالتوسيق بالشهود بالأختام بالتواقيع بل وعمل لنا في ذلك الأسانيد وهي محفوظة عندنا وهذه الشعر التي أمامكم الآن هي شعر شريفة زكية نبوية مباركة من شعر الرأس الشريف من شعر الرأس الشريف من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي بارزة لكم الآن بلا حائل سنبدأ بدرسنا ثم أيضا في آخر المجلس تعرض لكم أيضا وهي معنا في المجلس دائما الآن إلى نهاية المجلس نبدأ بدرسنا متوكلين على الله تعالى مخلصين لله عز وجل لا تنسوا الإخلاص وأن تذكروا بعضكم وأن تدعوا بعضكم رجالا ونساء كبارا وصغارا لتحصيل هذا الكتاب بالإسناد المتصل إلى مؤلفيه وهكذا تكونون حصلتم كتابا بالتلقي أو كتابين بالتلقي مع الإسناد بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم نبدأ متوكلين على الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا أبي القاسم محمد طه الأمين وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسند الشيخ جميل حليم حفظه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي الشافعي رحمه الله في كتابه فضائل الأوقات هذا الإمام البيهقي هو من أقوى الحفاظ ومن أشهرهم ومن أقوى الأئمة الفقهاء العلماء وله فضل عظيم كبير على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في تدوين وجمع ونشر فقه الإمام الشافعي وهو من الأجلاء هذا إمام كبير عظيم مبارك حصل بسببه نفع عظيم للملايين من البشر وهو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة وغفر لنا وله باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأسبهاني قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن مسلم عن مسروق أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر وشد المئزر كناية عن قوة الهمة وعن النشاط في تحصيل بركات هذه الليلة والإكثار من الطاعات والعبادات ثم عند قوله عن مسروق أنه قال هذا عند بعض المحدثين ولو لم تكتب أنه لكن عند القراءة يقولونها وبعضهم يقول عن مسروق من غير أنه قال قال سمعت نعم السلام عليكم نعم إن شاء الله قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هذا الأسود بن يزيد يقال كان من أجلاء التابعين وكان يضرب به المسل في تقواه وعبادته وزهده وورعه حتى إنه كان يستسقى به في القحط رضي الله عنها وأما عائشة رضي الله عنها فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي أفقه وأعلم نساء العالمين من حيث الفقه والعلم هي أفقه وأعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأما في الفضل فهي الخامسة إذن في الفضل السيدة مريم السيدة فاطمة السيدة خديجة السيدة آسيا بنت مزاحي ممرأة فرعون السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل على هذا الترتيب هي الخامسة أما في العلم والفقه فهي أفقه نساء العالمين وكانت ولية صديقة مبشرة بالجنة وهي ولية الله وحبيبة الله وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها قال أنبأنا علي بن محمد بن بشران ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثناه شيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد المئزر واعتزل النساء عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو نصلي عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر نصلي عليه نحن نربح ونستفيد فالصلاة عليه نور وضياء ورحمة وبركة وخير ونور ثم هو عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذي يكثر من الصلاة عليه يكون قريبا منه يوم القيامة مجلسا والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي نائيا بلغته ومن صلى علي عند قبري سمعته هذا حديث فيه الحس والحض من الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما ذكر صل عليه لا تمل من ذلك ولا تسأم من ذلك على العكس كثرة الصلاة عليه نور ورحمة والصلاة عليه والكثرة من الصلاة عليه هذا ذخر للإنسان هو يستفيد ويربح ويجمع الخير لآخرته فلا تسأم بل على العكس مع طيب النفس وانشراح الصدر أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن الحسن بن فورك قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أبي هو أقوى الصحابة في قراءة القرآن رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء وهو الذي اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأم الناس يعني الصحابة والتابعين في صلاة التراويح جماعة لماذا اختاره عمر لقوته وتمكنه ولأنه في موقع الثقة الأمين بل الرسول مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أقرأكم أبي هذا أبي بن كعب هو أقوى الصحابة في قراءة القرآن وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدفون في المدينة المنورة أما القبر المنسوب له في الرقة في سوريا فهذا مقام يعني جسده ليس هناك قال عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان من قابل اعتكف عشرين يوما باب في فضل ليلة القدر قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا للتعظيم وليس للجمع لأن الله واحد لا شريك له كلنا يعرف ذلك الله يقول في القرآن وإلهكم إله واحد وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال قل هو الله أحد آيات كثيرة فما معنى إن هذا للتعظيم وليس للجمع فالله واحد لا شريك له واحد لا مثيل له وهذا في لغة العرب معروف ومشهور أحيانا يقول الإنسان للملك للأمير للأمير للسلطان للحاكم قلتم أمرتم فعلتم تكرمتم علينا أعطيتمون كذا وهذا المخاطب الذي يخاطب الملك يعرف أن الملك واحد لماذا يقول له قلتم فعلتم أمرتم أعطيتمون هذا للتعظيم في لغة العرب معروف إذن هنا إنا أي هذا للتعظيم وليس للجمع لأن الله واحد لا شريك له واحد لا مثيل له وقال في القرآن إنا نحن نحيي ونميت فهذا للتعظيم وليس للجمع قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأسفرايني قال أنباءنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصفهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصفهاني قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى قوله خير من ألف شهر التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم تمنى لأمته وأحب لهم أن يكون لهم النصيب الأوفر من الخير لأن أعمار هذه الأمة ليست كالأمم السابقة إلى مئة سنة إلى ثلاثمائة إلى خمسمائة إلى ألف إلى ألف وخمسمائة لا إنما أعمارهم قصيرة بين الستين والسبعين فتمنى لهم الخير الوافر فالله أعطاهم هذه النعمة وهي أن العمل بالطاعات والعبادات في ليلة القدر أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر وهذا من فضل الله وكرمه وجوده وأحسانه وتفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالعمل الصالح والعبادات والطاعات في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر أخبرنا أبو زكري بن أبي إسحاق المزكي ولحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي ولحدثنا عثمان النبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أنباءنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ببغداد قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا يوسف بن مازين قال قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قال يا مسود وجه المؤمنين فقال الحسن رضي الله عنه لا تؤنبني الحسن بن علي رضي الله عنه ما هو مبيض وجوه المؤمنين وحاشاه أن يكون مسود وجوه المؤمنين إنما فعل الذي فعله لمصلحة عظيمة حقنا لدماء المسلمين عندما تنازل عن الحكم عن الخلافة لمعاوية هذا لم يكن عملا همجيا من الحسن حاشا بل الحسن رأى في ذلك المصلحة والحكمة وحقنا لدماء المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تكلم عن ذلك قبل نحو سلاثين سنة وهذه معجزة للرسول لأنه أشار إليه وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فتحقق من الحسن ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي هو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن أمهما ونفعنا بهم وببركتهم فقال الحسن رضي الله عنه لا تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر مملكة بني أمية فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص أخبرنا فحسبنا أو فحسب فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنباءنا أبو بكر أبو بكر بن إسحاق وجعفر بن محمد بن الصير قال أنباءنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيا عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر وهذا المشهور عند العلماء يعني عند أكثر المحدثين والعلماء وأهل السير وهناك أقوال كثيرة في اسمه وهو من أحفظ الصحابة وكان رضي الله عنه قد لازم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بثلاث سنين وحفظ منه الكثير لذلك كان يحفظ الكثير لأنه لازم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر في الليل والنهار في أكثر أوقاته يعني في الأوقات التي يتمكن فيها من صحبته ومرافقته وقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ابسط ردائك فبسط ردائه فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظ ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له الرسول خذ فجمع ردائه وصار كل ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحفظه فكان كثير الحفظ قوي الحفظ لأنه لازم الرسول ولأن الرسول دعا له وتحققت هذه المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم في استجابة دعائه وكان هو قال حفظت وعائين من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال الشيخ الإيمان رضي الله عنه ومعنى ليلة القدر الليلة التي يقدر الله في الهامش قال الحافظ العراقي ومعناه أنه يظهر للملائكة وإلا فتقدير الله قديم أي أزلي أبدي لا يتغير ولا يتجدد الله تعالى ذاته أزلي أبدي صفاته ماذا تكون أزلية أبدية حدوث الصفة في ذات الله مستحيل لأن الذي تحدث له صفة يكون حادثا مخلوقا وحدوث الصفة يستلزم حدوث الزات فالله ذاته أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية فمعنى هنا يقدر في تلك الليلة يعني يظهر للملائكة ويأمرهم بالعمل وبتنفيذ ما أمرهم ووكلهم به من الأعمال وليس معناه أن في تلك الليلة الله تعالى يقدر ماذا يحصل إلى مثلها من العام المقبل لأن الله تعالى قال ما يبدل القول لديه إذن الله أزلي أبدي ذاته أزلي أبدي صفاته أزلية أبدية لا تقوم الحوادث في ذات الله ولا تحدث صفة لله تعالى هذا مستحيل على الله لأن حدوث الصفة في ذاته دليل على حدوث الزات وهذا لا يجوز على الله بل هو مستحيل ومن قال بحدوث ذات الله أو بحدوث صفة في ذات الله فهو كافر بربه لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال ومعنى ليلة القدر الليلة التي يقدر الله تعالى لملائكته جميع ما ينبغي أن يجري على أيديهم من تدوير بني آدم ومحياهم ومماتهم إلى ليلة القدر من السنة القابلة وكان يدخل في هذه الجملة أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر فيها ما هو منزله من القرآن إلى مثلها من العام القابل فقال الله تعالى في وصف هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي مبارك فيها لأولياء الله عز وجل فإنها جعلت خيرا من ألف شهر أجرها فقدروها حق قدرها وقطعوها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر دون اللغو واللهو ثم قال إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يعني في ليلة القدر وهذا هو المعتمد وهو الأصح والأرجح لأن من العلماء من الفقهاء من المفسرين من قال فيها يفرق كل أمر حكيم أي في ليلة النصف من شعبان وهذا قول ضعيف قول مرجوح لكن من قال به لا ضرر ولا خطر عليه ولا يضلل ولا يفسق حاشا إنما هو قول لبعض العلماء لكن المعتمد أنها عن ليلة القدر قال أي كل أمر مبني على السداد والحكمة ومعنى يفرق يفصل ليكون ما يلقى إلى الملائكة في السنة مقدرا مقدرا بمقدار يحصره عليهم قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر يعني إلى السماء الدنيا فكان بمواقع النجوم فكان الله عز وجل ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إسر بعض ثم قرأ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ويعني ليلة القدر ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم قال يفرق فيها أمر السنة إلى السنة وأخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن أبي نظرة أنه قال يفرق أمر السنة كلها في ليلة القدر بلاؤها ورخاؤها ومعاشها إلى مثلها من السنة وليلة القدر التي ورد القرآن بفضيلتها وهي باقية إلى يوم القيامة وهي في كل رمضان بدليل ما أخبرنا أبو القاسم هنا قال إلى يوم القيامة لأن من المؤلفين من قال إنها قد رفعت بعد موت النبي وهذا ليس صحيحا بل هي باقية وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال بدليل ما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحراقي ببغداد قال حدثنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا أكريمة يعني ابن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرسد عن أبيه أنه قال قلت لأبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال أنا كنت أسأل عنها يعني أشد الناس مسألة عنها فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي أو في غيره فقال لا بل في شهر رمضان فقلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضت الأنبياء ورفعوا رفعت معهم أو هي إلى يوم القيامة قال لا بل هي إلى يوم القيامة قال قلت أخبرني في أي شهر قال في رمضان هي ألتمسوها في العشر الأواخر والعشر الأول ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت يا نبي الله أخبرني يعني اغتنمت فقلت يا نبي الله أخبرني في أي عشر قال التمس في العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث وحدث فاهتبلت غفلته فقلت أقسمت عليك يا رسول الله بحقي علي أن تحدثني في أي عشر لاحظوا هنا قال فقلت أقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك ما قال له كفرت ولا قال له أشركت إنما الرسول صلى الله عليه وسلم سكت له لأن هذا ليس شركا كما تقول المشبه والمجسمة قال له أقسمت عليك بحقي والرسول هو الذي له فضل على أبي ذر فإذن قول الرجل للرجل مثل هذا الكلام لا سيما للرسول ليس شركا قال فغضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضبه علي من قبل ولا بعد ثم قال التمسوها في السبع الأواخر ولا تسألني عن شيء بعدها فصل في الترغيب في طلبها في الوتر من العشر الأواخر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنباءنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سانم بن عبد الله عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سالم بن عبد الله هذا حفيث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يعني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال رأى رجل ليلة القدر في العشر الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا فاطلبوها في العشر الأواخر تواطأت يعني اتفقت زاد فيه غيره عن سفيان فاطلبوها في الوتر منها وروينا في حديث عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فصل في الترغيب في طلبها ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النظر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القوى النبي فيما قرأ على مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتك في العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وطر قال أبو سعيد فمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عينايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة إحدى وعشرين وقد خالفوا في هذا عبد الله بن أنيس فقال في حديثه ثلاث وعشرين وذلك فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وقال حدثنا محمد بن يعقوب الشيباني وقال حدثنا محمد بن حمدوي قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة عن الضحاك بن عثمان عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسل بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة الثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف وإن أثر الماء والطين لعلى أنفه وجبهته قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين أخبرنا محمد بن يعقوب الفقيه الطبراني قال حدثنا أبو النظر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدانمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني بن الهادي أن أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم قال أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس قال كنا بالبادية فقلنا إن قدمنا بأهلنا شق علينا وإن خلفناهم أصابتهم ضيقة قال فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له قولهم فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين قال ابن الهادي فكان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة فصل في الترغيب في طلبها في السبع الأواخر من شهر رمضان قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أنباءنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن نقبة بن حريث أنه سمع من ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر تحروها في العشر الأواخر فإن ضاعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفقيه قال أنباءنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد المحمد أبازي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت أريد وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فكان بين فلان وفلان فلحاء فرفعت عسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة أشتغلوا الآن بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنظرون إلى الشعر الشريف المباركة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع أخوانه من النبيين والمرسلين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين قال ورواه حمد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس عن عبادة بن الصامد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت مني فاطلبوها في العشر الأواخر في سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة تبقى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن الأصفهاني قال حدثنا عبد الله بن جافر قال حدثنا يونس بن حبيب يقال بالفاء وبالباء الأصفهاني والأصبهاني هذا وهذا يقال نعم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمد فذكره قال وكذلك رواه أيوب عن عكريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبمعناهما رواه أبو بكر تنفيع وأتم منه حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن ابن جافر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه أنه قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال أبو بكره أما أنا فلست ألتمسها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر لتاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى أو آخر ليلة فكان أبو بكرة يصلي في عشرين من رمضان كما كان يصلي في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد قال الشيخ رضي الله عنه وهذا يحتمل أن يكون المراد بقوله لتاسعة تبقى أي ليلة التاسعة من العدد الذي يبقى من الشهر بعد العشرين وكذلك في سائر الأعداد التي ذكرناها فيكون ذلك راجعا إلى طلبها من أوتار العشر كما مضى في الحديث الذي قدمنا ذكره ويحتمل أن يكون المراد به ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين وهكذا إلى آخر الشهر وهي الليلة التي تبقى بعدها من الشهر العدد المذكور فيه فيكون تحريضا على طلبها من أشفاع العشر الأواخر لأنها إذا عدت من آخر الشهر كانت هذه الأشفاع أوتارا وعلى هذا يدل ما روى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباسي محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيب بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود يعني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث بمعنى حديث عبادة بن الصامد وأتم منه ثم قال عبادة رضي الله عنه من أجلاء الصحابة وهو من المجتهدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وهذا للمجتهد خاصة وليس لمطلق عالم أو شيخ أو محدث وهو متفون في سوريا فرق رضي الله عنه ثم قال قال أبو نضرة فقلت لأبي سعيد إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالعدد منا فكيف تعدهن قال أجل نحن أحق بذلك منكم إذا مضت أحد وعشرون فالتي تليها الخامسة وفي رواية أخرى قال إذا مضت واحد وعشرون فالتي تليها التاسعة وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة وهذا يصرح بكونها في أوتار العشر إذا عدت من آخرها وهي أشفاعها إذا عدت من أولها وبهذا المعنى روي عن أبي ذر في أصحي روايتين في أصحي روايتين عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم فثبت مجموع ما ذكرنا من الأخبار طلبها من جميع العشر وقد روي عن عبدالله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داودة قال حدثنا حكيم بن سيف البرقي قال حدثنا عباد الله عن ابن عمر عن زيد عن ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت ورواه ابراهيم النخاعي عن الأسود أنه قال قال عبد الله عن ابن مسعود تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبيحة بدر أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين ورواه عن زيد بن أرقام أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما نشك قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كذا رواه عنهما تسع عشرة والرواية الأولى عن ابن مسعود سبع عشرة وهي أصح والمشهور عند أهل المغازي أن قتال بدر كان اليوم السابع عشر من شهر رمضان فأحب طلب ليلة القدر من ليلته وبالله التوفيق قال فصل في الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغدادة قال أخبرنا أبو جافر المحمد بن عمر الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عينات أحا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سحاق هنا عند المحدثين شيء يسمونه تحويل في السند يعني عندما يذكر حاء أو يكتب حاء معناه سند آخر انتقل إلى سند آخر تحويل قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سحاق قال حدثنا بشر بن موسى قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبدت بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمعاز الرابن حبيش قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحولة من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله من يقم الحول من يقم الحول يعني هو يقوم من يقم الحول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل ولقد علم أنها من شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين قال قلنا يا أبا المنذر بأي شيء تعرف ذلك قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها لفظ حديث الحميدي وحديث سعدان مختصر من قول أبيد في صبيحة ليلة القدر الشمس تطلع كأنها بدر يعني لا حارة ولا باردة ويستطيع الإنسان أن ينظر إليها فلا يتأزى تكون لطيفة جدا 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 والجو في ذلك اليوم يكون طيبا لطيفا قال وحديث سعدان مختصر من قول أبي دون قصة ابن مسعود وقد روي في حديثين ضعفين في صفة ليلة القدر فقال في أحدهما إنها ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح شمسها صبحتها ضعيفة حمراء وفي الحديث الآخر معناه وأخبرنا أبو علي الرذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي صفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر 27 فرواه أبو داود الطيارسي عن شعبة فوقفه على معاوية وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفامي الفقيه في مغداد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة وعاص من أنهما سمعا عكريمة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما دعا عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم على ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر فقلت لعمر إني لا أعلم وإني لا أظن أي ليلة هي قلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر قال ومن أين تعلم قال قلت خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام وإن الدهر يدور في سبع وخلق الإنسان يأكل ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع والجمار سبع فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطن له قال الشيخ رضي الله عنه وكل هذا استدلال وليس بيقين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها في الابتداء غير أنه لم يكن مأذونا له في الإخبار بها لألا يتكل على علمها فيحيوها دون سائر الليالي ثم إنه صلى الله عليه وسلم أنسيها لألا يسأل عن شيء من أمر الدين فلا يخبر به والذي تدل عليه هذه الأخبار وما في معناها وما يؤثر عن السلف رضي الله عنهم في رؤيتها أنها تدور في ليالي العشر وفي سنة تكون ليلة إحدى وعشرين وفي سنة تكون ليلة أخرى لأنها إنما تفضل بعد نزول القرآن فيها بنزول الملائكة وكان نزول الملائكة بإذن الله لتسليمه على عباد الله يختلف في هذه الليالي فأيات ليلة نزلت فيها للتسليم تضاعف فيها عمل الخيرات وبالله التوفيق قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حتى سنة إسماعيل بن إسحاق قال حتى سنة مسدد قال حتى سنة أبو الأحواص عن سماكا عن عكرمة علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتيت وأنا نائم في رمضان فقيل لي إن الليلة ليلة القدر فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فستات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة الثلاث وعشرين قال فقال ابن عباس إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر وذلك أنها تطلع يومئذ ولا شعاع لها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الصغاني قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال كنت في البحر فأجنبت ليلة الثلاث وعشرين من رمضان فاختسلت من ماء البحر فوجدته عذبا فراتا قال الشيخ رضي الله عنه وقد وجد مثل ذلك في ليلة سبع وعشرين وهو فيما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح قال حدثني أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال ذقت ماء البحر ليلة سبع وعشرين من رمضان فإذا هو عذب قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمية أبا منصور الحمشاذية يقول سمية أبا سعيد بن العربي يقول سمية أبا يحيد بن أبي مصرة يقول طفت ليلة السابق ونشرين من شهر رمضان فأريت الملائكة تطوف في الهواء حوالي البيت وسمية أبا سعاد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهدة يقول سمية أبا محمد المصري بمكة يقول كنت ليلة مؤتكفا في مسجد بمصر وبين يدي أبو علي اللعكي فأشرفت على النوم فرأتك أن السماء فتحت أبو أبا والملائكة ينزلون بالتهريل والتكبير فانتبهت وكنت أقول هي ليلة القدر وكانت ليلة السابع والعشرين قال الشيخ رضي الله عنه وقد روي في فضل شهر رمضان وليلة القدر حديث في إسناده بعض ما لا يعرف غير أن في التنزيل ما يصدقه في نزول الملائكة ليلة القدر للتسليم على المؤمنين وفيما ذكرنا من الأحاديث في فضل شعبان ما يصدقه وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبو الحسين عبد الصمد ابن علي بن مكرم البزاز ببغدادة قال حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني وقال حدثنا هشام بن الوليد عن حمار بن سليمان السادوسي البصري شيخ لنا يكن أبو الحسين عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباسم رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لتتحلى وتتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة تستصفق ورق أشجار الجنان وحلق المصاريع يسمع لذلك طني لم يسمع السامعون أحسن منه فيثبنا الحور العين حتى يشفن على شرف الجنة فينادينها المنخاطب إلى الله عز وجل فيزوجه حلق المصاريع يعني أبواب الجنة عندما تفتح يظهر لها هذا الصوت نعم ثم يقول قال فتح الباب على مصر عيه نعم ثم يقولن الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقال هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح أبواب الجنان ويا مالك أغلق أبواب الجحيم على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بأغلال ثم اغذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم صيامهم قال ويقول عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان لمناد ينادي ثلاث مرات هل من سائل فأعطيه سؤله هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له من يقرض المليء غير المعدم والوفي غير الظلوم قال ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره وإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعهم لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله مئة جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة فينشرهما في تلك الليلة فيجاول المشرق إلى المغرب فيحث جبريل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونهم فيؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر ينادي جبريل معاشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبريل فما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة فقلنا يا رسول الله من هم قال مدمن خمر وعاق والديه وقاطع رحم ومشاح قلنا يا رسول الله وما المشاح قال هو المصار فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة فإذا كانت غداة الفطر بعث الله الملائكة في كل بلاد فيهبطون الأرض فيقومون على أفاه السكك فينادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل إلا الجن والإنس فيقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى ربكم رب كريم يعطي الجزيل لا يعفو اخرجوا إلى ثواب ربكم الذي يعطيكم إلى طاعة ربكم لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الصائمين في يوم العيد الثواب العظيم الجزيل على ما قدموا من الأعمال الصالحة وعلى صيامهم الذي صاموه ابتغاء مرضات الله تعالى اخرجوا إلى ربكم هذا معناه وأما الله عز وجل فموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان أما المشاحن هو الإنسان الذي يظلم يهشم المسلم ظلما وعدوانا بغير حق يخاصم الناس لأجل الدنيا يظلمهم يأكل أموالهم يضربهم يحطمهم ظلما وعدوانا هذا المشاحن فيقولون يا أمة محمد خرجوا إلى ربكم رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن الذنب العظيم فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل للملائكة ما جزاء الأجير إذا عمل عمله قال فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره قال فيقول فإني أشهدكم يا ملائكة أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم وعزتي لا أسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني وعزتي لا أخزيكم المراقبة لله يعني أن تستحضر في قلبك أن الله يراك مطلع عليك لا تخفى عليه خافية هو سبحانه يران دائما رؤيته لا تتغير وهو سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالسواب يكرم فالحاصل الله عز وجل لا تخفى عليه خافية الله تعالى عالم الغيب والشهادة نظرت إليكم معناه نظر الرحمة أو النظر الخاص بمعنى ما يعطيهم وإلا فهو يراهم ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى قال وعزتي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين يدي أصحاب الأخدود انصرفوا مغفورا لكم قد راضيتموني ورضيت عنكم فتفرح الملائكة وتستبشر بما أعطى الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من رمضان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق الخراساني ببغداد قال حدثنا محمد بن عبيد بن أبي هارون قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا سيف بن عمر عن سعد بن أبي طريف عن الأصبغ عن علي رضي الله عنه أنا حردت عمر رضي الله عنه على القيام في شهر رمضان أخبرته أن فوق السماء السابعة حظيرة يقال لها حظيرة القدس يسكنها قوم يقال لهم الروح فإذا كان ليلة القدر حظيرة القدس يعني مكان مشرف مكرم مقدس والروح خلق من خلق الله يقال إنهم ملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة هذا قول بعض العلماء نعم قال فإذا كان ليلة القدر سأذنوا ربهم في النزول إلى الدنيا فلا يمرون بأحد يصلي أو على الطريق إلا أصابتهم منهم بركة فقال له عمر يا أبا الحسن فتحرد الناس على الصلاة حتى تصيبهم البركة فأمر الناس بالقيام قال الشيخ رضي الله عنه تفرد به عبيد بن إسحاق بن سيف بن عمر هو إن صح مع ما قبله ففيهما إخبار عن نزول الملائكة وتسليمهم على المسلمين ليلة القدر وفي كتاب الله تعالى بيان ذلك قال أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي وقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثناه شايم عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله عز وجل من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر وبإسناده قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى سلام هي قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء ولا يحدث فيها أذن ولا يحدث فيها أذن ولا يحدث فيها أذن قال الشيخ رضي الله عنه والله أعلم بمن عرف قدر هذه الليلة وقام بحقها وبالله التوفيق وأما الدعاء المأثور في هذه الليلة فهو مما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر فما أقول قال قولي اللهم إنك تحب العفة فاعف عني قال يزيد لا أعلمه إلا قال ثلاثا ورواه سعيد الجريري عن عبد الله بردة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو رأيت ليلة القدر ما كنت أسأل ربي وأدعو به ربي قال قولي اللهم إنك تحب العفو من تحب العفة فاعف عني قال أخبرنا أبو طاهر الإمام قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا يحيي بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا الجريري فذكره ومسألة العفو من الله مستحبة في جميع الأوقات مسألة يعني أن تسأل الله تعالى أن تطلب من الله الله يعفو عنا جميعنا الحسنى وبكرامة القرآن العظيم قال ومسألة العفو من الله مستحبة في جميع الأوقات وخاصة في هذه الليلة وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعد سعيد بن محمد الشعبي قال سمعنا أبا عمر بن أبي جعفر يقول سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل كثيرا يقول في مجلسه وفي غير المجلس عفوك يا عفو عفوك وفي المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وفي القيامة عفوك وفي مناقشة الحساب عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك قال أبو عمر فرؤي أبو عثمان في المنام بعد وفاته بأيام فقيل له ماذا انتفعت بأعمالك في الدنيا فقال بقول عفوك عفوك قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن الفتح السامري قال حدثنا عباس بن الربيع بن سعلب قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن عقبة عن محمد بن جحادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر وقد روين عن عقبة بن أبي الحسناء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر يعني أدرك من فضلها وبركتها وإلا فقيام ليلة القدر لابد أن يقوم أكثر الليل من المغرب إلى ما بعد منتصف الليل ليكون قام ليلة القدر أما مجرد أن يصل العشاء والفجر في جماعة لا يكون كمن قام كل الليل أو معظم الليل إنما له خير وبركة قال وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الحسن الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا قع نبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها اليوم إن شاء الله نقف هنا ونكون أنهينا الكتاب الأول للحافظ الإمام البيهقي رضي الله عنه من كتاب فضائل الأوقات غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالكتاب الجديد الذي هو شرح الصدر بذكر ليلة القدر هذا كتاب ثاني للحافظ العراقي للحافظ ولي الدين العراقي غدا إن شاء الله ننهيه والآن نرجع إلى النظر إلى الشعر الشريفة مع الدعاء بارك الله بكم وأحسن إليكم اللهم يا حي يا قيوم يا زل جلال والإكرام يا زل فضل والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا ذا الفضل والإنعام نسألك باسمك العظيم الأعظم وبأسمائك الحسنى وبحرمة القرآن وسوره وآياته وأسراره وبكرامة وجه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترينا ليلة القدر يا أرحم الراحمين نسألك أن تكرمنا برؤية نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام وآياته يا رب العالمين اللهم اجعل قلوبنا عامرة مليئة بحبك وحبه يا الله وسبتنا على حبه وعلى سنته وعلى دينه وعلى نهجه إلى الممات اللهم أحينا على سنته وأمتنا وابعسنا عليها يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اصرف عنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف فرج عنا وعن المسلمين اشفنا ومرضى المسلمين ارحمنا والأموات المسلمين اللهم اكفنا ما أهمنا والطف بنا وبالمسلمين اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا، أنت رب، أنت يا ربنا القوي القادر ونحن الضعفاء، ومن للضعيف سواك، أنت الغني ونحن الفقراء، ومن للفقير سواك، أنت ربنا، أنت خالقنا، فاغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وارحمنا وسامحنا، وأصلحنا يا رب العالمين انفعنا بنبيك المصطفى، وبآثاره الشريفة، وببركاته المنيفة، بحق كل الأنبياء، بحق أسمائك الحسنى، بحق هذه الليلة المباركة إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته